قال وزير الأمن الإسرائيلي أفكدور لبرمان بأن إسرائيل لن تقبل أي قيود في مهمة الدفاع عن نفسها في سوريا وفي أماكن أخرى على حد تعبيره وجاءت تصريحات لبرمان عبر إذاعة الجيش الإسرائيلي تعقيبا على مطالبة روسيا بمنح قواتها في سوريا انذارا مسبقا أطولا بنية الجيش الإسرائيلي القيام بأي أعمال عسكرية في سوريا وكانت مصادر إسرائيلية مطلعة قد أكدت أن ما أزمتها بمعادلة حرية تصرف إسرائيل داخل الأراضي السورية قد تغيرت بالشكل الذي باتت إسرائيل ترفضه بشكل قاطع